أرجع معكم للموضوع اللي مسيطر على أدهان الناس اللي حصل فيه أسوان واللي بيحصل فيه مناطق عديدة ومتعددة واللي حصل من سنوات ومنذ عقود من الزمن لكن يبدو الناس ما بتتعلمش من الدروس والتجارة احنا عارفين أهلنا وبساطتهم وغيره وغيره ولكن الحقيقة اللي حصل ده يعني أصاب الناس بألم وصدمة شديدة جدا ليه كل واحد أو واحدة معات حوشة عمره راح جابها أو راح خد قرض من البنك إما على بيته أو على الحياسة الزراعية اللي عنده أو على الماشية اللي عنده وخد القرض ده وراح مديه على طول للمستريع خده سعدته داله أول مرة وممكن تاني مرة وعلي كده بالسلامة فبقينا قدام مشكلة حقيقية فيه أسوان عدد المستريحين حتى الآن 28 واحد ده اللي تم حصره يعني بدأ واحد مثلا فيه أسوان اللي هو محمود فتح النجار كان أول واحد وبعدين دخل مصطفى البنك ودخل فلان ودخل علان والحصاوي وغيره 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 لغاية ما بقينا قدام مشكلة بقى كل واحد في كل قرية دلوقتي يلمل فلوس ويبتدي يكرر نفس المسألة اللي لم من له التنمي الصغيرين بقى لم من له 50 مليون لم من له 60 مليون لم من له 70 مليون بخلاف الكبار اللي عدوا فيه واحد ما عدي 3-4 مليون 3-4 مليار وفيه 1 مليار و200 مليون حسب ما يقال طبعا النيابة العامة اللي بتتولى التحقيق الآن في هذا المنف الحقيقة يعني تعليمات المستشار حماد الصاوي بتوظيف كل رجال النيابة العامة لخدمة هذا الغرض مستشار وليد البياني محام العام نيابة نافقنا برضو بيتابع هذا الأمر أول بول التقارير والتحقيقات تكون أمام مكتب النائب العام لأن دي قضية مسهلة عدد كبير جدا من وكلاء النيابة اتفرغوا لهذه القضية وبدأوا تحقيقات مع كثير من المواطنين أو المتهمين على السواء في الغالي دلوقتي عندنا حوالي 8 أو 9 مقبوض عليهم من المسريحين اللي هم عددهم زيهم ويقولكم 28 ولسه حنشوف حاجات تانية يعني مشكلة حيئة بقت مشكلة صعبة جدا الناس محتارة الناس مش عارفة تعمل ايه الناس بتتحرك بدون ما عارف ايه هتعمل ايه ولا بكرة حيكون في ايه الصدمة اكتاحت النفوس جميعا ووصلنا في النهاية الى عدد من الاسماء مصطفى البدري اللي هو مصطفى البنك وده الرقم القضائي بتاع قضيته 5770 اداري اتفر عدد المحاضر ضده 2663 محضر اجمال المبالغ 387 مليون جنيه ده لسه التاني طه موسى الرقم القضائي 5782 اداري اتفر عدد المحاضر ضده 280 محضر باجمالي حوالي 19 مليون جنيه ده لسه حسن ممدوح الرقم القضائي 5778 اداري اتفر عدد المحاضر 309 اجمالي المبالغ 20 مليون كريم عباس جبرة رقم القضائي 582 اداري اتفر عدد المحاضر 17 محضر اجمالي 2 مليون جنيه جمعة دياب نوبة الرقم القضائي 5805 عدد المحاضر 18 محضر اجمالي 2 مليون محمد احمد جبر رقم القضائي 578 اتفر عدد محاضر 21 مليون جنيه محمود عبداللطيف الخياط اداري اتفر عدد محاضر 119 اجمالي المبالغ حوالي 13 مليون جنيه محمود عبدالسلام محمد اداري اتفر عدد محاضر 66 محضر اجمالي 7 مليون جنيه شعبان شعبان احمد محمد طه عدد المحاضر 143 محضر اجمالي 10 مليون جنيه احمد بستاوي المغني عدد محاضر 122 اجمالي 8 مليون جنيه عمر سعيد جبرالله عدد محاضر 114 محضر مبلغ 11 مليون جنيه محمد خالد ابراهيم عدد محاضر 285 اجمالي المبالغ 24 مليون جنيه احمد بدري عبدالنعيم شهرته زعامة 5820 محضر لا المحاضر حوالي 291 محضر اجمالي المبالغ 40 مليون جنيه عبدالسايح منصور عدد المحاضر 163 اجمالي 11 مليون جنيه محمد رمضان شعبان عدد محاضر 3 اجمالي حوالي 500 ألف جنيه عدد محمد بدوي عدد محاضر اتنين اجمالي حوالي 106 ألف جنيه عبدالزاهر عبدالرازي وشهرته حصاوي عدد المحاضر 622 قيمة المبالغ 260 مليون جنيه عبدالفتاح محمود عدد محاضر احمد عبدالفتاح محمود عدد محاضر اتنين 50 ألف جنيه علاء احمد عبدالجيد عدد المحاضر 8 400 ألف جنيه محمود فتحي عامر عدد المحاضر 4 368 ألف جنيه محمد أمين الغول عدد المحاضر 3 مبلغ 279 ألف جنيه بعدين عمر علي العجوز المحاضر مبلغ 34 ألف جنيه محمود صالح حصاوي عدد المحاضر أربعة 61 ألف جنيه إسلام محمد وشهرته إسلام السايح عدد المحاضر عشرة بمبلغ 609 ألف جنيه إبراهيم حسن وشهرته إبراهيم سلطان عدد المحاضر 19 بمبلغ حوال 2 مليون و300 ألف جنيه عبد شعبان وشهرته تمولة عدد المحاضر 11 إجمالي 11 ألف جنيه عيد جبريل سلمان عدد المحاضر واحد 60 ألف جنيه مغربي جبريل أحمد عدد المحاضر أربعة 250 ألف جنيه وأسماء أخرى ودي أسماء وفي غيرها كبان بدأت تتم والحقيقة لما تدخلت الجهات المعنية وحصلت الفضيحة ناس كتير وقفت عند هذا الحد